اشتركوا في القناة وليست مرت عملية الإنقاذ لأكتر من 3 أيام متواصل من العمل بالرغم من الحصول على إمكانيات كتير وتسخرها لعملية الحفر بس السؤال تجاوب عليه الدكتور أحمد بخاري مستشار وزير التجهيز والماء المغربي واللي قال إن غياب المراكز المتوفرة على آليات الإنقاذ المتطورة ومحدودية الآليات اللي تم استعمالها واللي مش بتتجاوز قدرتها حفر 20 متر في اليوم وده كان من أبرز الأسباب وراء طول عملية الإنقاذ مش بس كده لأ ده كمان صعوبة وصول آليات بقدرة حفر أكبر لمكان الواقع كل دي عوامل سامت في تأخر إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر من يوم الثلاث اللي فات وأضاف إن عملية الإنقاذ كان بالإمكان النجاح بها وإنقاذ الطفل في أقل من 48 ساعة وقالت وسائل الإعلام المغربية إن بسبب تصدعات اللي حصلت من الحفر بدأت عمليات الحفر اليدوي للوصول للطفل ريان إلا إنها توقفت هي كمان بعد ما قابلتهم صخرة كبيرة شكلت عائق كبير قدام الناس اللي بتحفر وعن الفترة اللي قضاها ريان في الحفرة قالت تقارير إن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير وإنه تم ضخ الأكسوجين في الحفرة للحفاظ على حياته بعد ما وصل الأكسوجين فيها لمستويات منخفضة جدا وعن تناول الطعام قالت التقارير دي إن تم إنزال كميات من الطعام لي وتم تثبيت كاميرات في الحفرة لمتابعة حالته وإن الأطمم الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد لنقل الطفل على طائرة مروحية مجهزة فور إخراجه من البئر